مصر ينبغي أن تكون منبوذة لقمعها الدموي للمعارضين وما حدث في رابع يتجاوز كل الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة هكذا قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على تقرير منظمة يومان ريتس ووتش حول مذبحة رابع العدوية فيما قالت الخارجيات الأمريكية أن نتائج التقرير تدعو للانزعاج الشديد وطلبت بمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وقالت سكاينيوز أن قادة مصر ليسوا مستعدين لتحقيق العدالة فيما أكد الكاتب البريطاني ديفيد هيرست أن أشباح رابعة ستطارد السيسي حتى يهلك على الجانب الآخر هاجم النظام وأعوانه التقرير مؤكدين أنه ملفق وكاذب ووصفوا المنظمة الدولية بأنها مأجورة ومتآمرة فلماذا هذا التباين الشديد في ردود الأفعال على تقرير هومان ريتس ووتش وما هي التحركات المطلوبة لتفعيل هذا التقرير وهل يمكن أن يتم الاستناد إليه لملاحقة المسؤولين عن المذبحة في المحاكم الدولية في أول رد فعل دولي على تقرير منظمة هومان ريتس ووتش الصادر أمس بشأن الجرائم التي وقعت خلال فض اعتصام رابع العدوية دعت الخارجية الأمريكية السلطات المصرية إلى سرعة محاسبة المسؤولين المتورطين في الجرائم المرتكبة أثناء فض الاعتصام والذي راح ضحيته الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين السلميين وأن الولايات المتحدة قلقة بشأن عدم محاسبة المتورطين وبدورها قامت صحيفة واشنطن بوست بطرح مقال استعرضت فيه مقارنة بين أعداد الضحايا التي وقعت في قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي وبين أعداد الضحايا التي وقعت في فض الاعتصام وعنونت مقالها بأن مصر يجب أن تنبذى بسبب الجرائم الدموية التي ارتكبتها بحق معارضيها ويأتي هذا المقال بعد تحليل للتقرير استعرضت فيه الجريدة أبرز النقاط التي تضمنها ومنها أن المنظمة قد استجوابت ما يقرب من مئتي شاهد على الواقع واستخدمت كل الصور الموثقة والتقارير الحكومية قبل إصدارها للتقرير وعلى أساسه دعت المنظمة إلى تحقيق دولي واستجواب عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حينها والقائم على رأس السلطة الآن في مصر بشأن ما وصفتها بأنها جرائم ضد الإنسانية وقعت تحت إشرافه هو وتسعة من قياداته السياسية والأمنية ويأتي هذا التقرير وما أثاره من جدل وانتقادات من قبل الحكومة المصرية والمنظمات المصرية بعد يوم من منع المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس وواتش كينيث روث ومن معه من المنظمة من دخول الأراضي المصرية بعد إيقافهم في المطار بعد أن اعتبرت الحكومة أن هذا التقرير يعد تقريرا ضد الدولة المصرية وأنه تقرير مسيس وتبقى مخاوف لدى الكثير من المنظمات الحقوقية المستقلة الدولية والمحلية من الاستمرار في تضييق مساحة الحرية في مصر وخاصة على المنظمات الحقوقية أثناء القيام بدورها والذي ربما أصبح مصدر إزعاج لدولة يرأسها أحد المتهمين في جرائم ضد الإنسانية ولمناقشة ردود الأفعال حول تقرير Human Rights Watch حول مذبحة رابع العدوية والتداعيات المترتبة عليه أرحب بضيفي في السوديو النشط الحقوقي هيثم غنيم أستاذ هيثم أهلا بك معنا وأرحب أيضا عبر الأقمال الصناعية من لندن بالسيد سعد جبار المحامي الدولي والحقوقي المعروف أبدأ الأول بالأستاذ هيثم أستاذ هيثم ماذا بعد تقرير مذبحة رابع العدوية Human Rights Watch طيب إحنا التقرير ده ده الوقت نستغله دوليا في التحركات التي نحن ممكن نعملها أولا التقرير يطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات تحقيق فوري وملاحقات دولية لمرتكبين الجرائم بشكل فردي كمان مش بشكل نظام يعني ما نحكمش كنظام أو كنظام سياسي أشخاص اللي هو حددهم بالضبط التقرير ودي من الحالات الندرة اللي تحصل أنه يحدد رأس النظام ويتهم الجرائم ضد الإنسانية فده ده تطور خطير جدا يجب استغلاله لصالح الثورة المصرية تقدر دلوقتي أن انت كمان تبتدي تتحرك مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الدول الغربية وتبتدي تعمل ضغط على الشركات الأسلحة اللي بتصدر أسلحة في مصر وتثبت أن الأسلحة دي بيتم استخدامها في مجازر ضد المدنيين ده رقم واحد رقم اتنين تبتدي تقدر تشتغل على وقف المساعدات اللي بتاخدها الحكومة المصرية سواء مساعدات عسكرية وتقريره ما نرى تصواتش طلب بوقف المساعدات العسكرية الثاني حاجة المساعدات اللي بيتاخدها والمنح اللي بتاخدها المجالس القومية اللي حول المرأة وحول الإنسان في مصر اللي هي المجالسة تابعة الحكومة رد فعل الخارجية الأمريكية بيقولوا ما كانش متصق مع خطورة هذا التقرير يعني لما تسأل البسؤول في الخارجية الأمريكية عن العلاقات المصرية الأمريكية وتأثرها بهذا التقرير قالوا احنا اتخذنا قرارات استنادا على تلك الأحداث منذ شهور عديدة من وجهة نظرهم طبعا قبل هذا التقرير ولا أعتقد أن التقرير سيغير ذلك لكنه بالتأكيد جهد بارز لتوثيق ما حدث ولمطالبة المصريين بالتحقيق في الأمر طيب أحد الزملاء كان قابل برهان على مين طيب خلينا أقول لك حكا أولا هي المجال رايت سواتش موستقى انتهكت ضد النظام الأمريكي فهي أساسا أيضا أدانة قبل كده النظام الأمريكي النظام الأمريكي هو عنده جرائم برضو حرب وجرائم ضد الإنسانية سواء اللي حصلت في العراق وفي أفغانستان وفي اليمن وكان حتى تقرير لمنظامة الكرامة قبل كده كان بيتكلم عن جرائم حرب مرستها الكوات الأمريكية في اليمن عن طريق قصف مدنيين بطيرات بدون طير فده بس ردا أعلى النقطة دي خلينا أقول بقى حاجة تانية أحد الزملاء كان قابل المسؤول الأمريكي بعد فض ربع مباشرة المسؤولين الأمريكيين ويقال لهم أنتوا في الأسلحة الأمريكية استخدمت فقات المدنيين فكان رد المسؤول الأمريكي عليه إنه ابتسم فنحن مش بنعاول على النظام الأمريكي خاصة لها النظام السياسي في أمريكا ونظام قاتل أيضا ولكن نحن ذاتي بنعاول على الشعوب الحرة طيب أتحول إلى المحامي والخبير في القانون الدولي أستاذ سعد جبار سيد سعد يعني هنا التقرير هومر رئيس ووتش قال إن مصر ينبغي أن تكون منبوذة لقمعها الدموي للمعارضين هل ترى بالفعل إن هذا التقرير بعد دراسته مثلا من الخارجية الأمريكية أو تحريك أي إجراءات من قبل الأمين العام والمتحدة الذي نشده هذا التقرير من الممكن أن يكون مؤثرا في عزل مصر دوليا ولا ما فيش أي مؤشرات على ذلك وهذا التقرير لن يحرك ساكنا هذا التقرير مهم وخطير في آن واحد لأنه يطالب بالمساءلة وبتسمية الذين يريدون مساءلتهم تحديدا رئيس الدولة رئيس الإقلاب وتسعة آخرين من السلطات المصرية ويمكن أن يكون أكثر وعليه أنا أنظر على أن هذا التقرير يمثل خطوة إيجابية يجب البناء عليها ولا يجب التقليل من شأنه هذا تقرير مهم على المدى البعيد وليس على المدى القصير أو المتوسط لماذا؟ ما يهم في الوقت الحاضر هو التوثيق هناك توثيق بأن لما نتحدث عن دولة المصري ما طلب بنبذه هو النظام المصري هذا من الناحية السياسية أكثر من الناحية القانونية أنه سيزعج المتعاملين مع هذا النظام بسهولة والدائمين له وهم من الماريقين ودول أنظمة معروفة أنها أسوأ من النظام المصري لنا لا تريد التغيير في أي بلد من البلدان العربية لكن سيد سعد أنها أي إقلاف ضد الدستور المصري وضد القانون المصري أي نقاط أقوى في هذا التقرير من الممكن أن تحرك ساكنا لدى الأمم المتحدة مثلا ولدى الهيئات الدولية الحقوقية بما يجعل هناك أثر لهذا التقرير ما يهمنا هو أن هناك بداية إيجابية وحقيقية وفعالة لتوثيق من الناحية الدولية لما قام به النظام المصري من مجزرة على مرأة ومسمع من العالم من خلال القامرات الجزيرة والذين عقبوا على ذلك لأن هذه الجريمة ليست جريمة بالمفهوم المصري فقط بل بالمفهوم الدولي هي جريمة ضد الإنسانية وهذه الجريمة لا تسقط بالتقادم وهذا هو بيت القصيد هناك من ارتكب جرائم ضد الإنسانية وإبادة في عهد النازية لكنهم لا زالوا يحاكمون فالسيسي وجماعته يمكن أن يحاكموا في أي وقت في المستقبل لهم إن حكموا اليوم أغادا أو بعد عشرين وثلاثين سنة مدهم أحيا هذه مهمة جدا ثانيا المهم أنه يجب أن يردف هذا التقرير بدعم تكملي من منظمات أخرى ذات مصداقية مثل منظمة العفو الدولية التي لتقل أهمية عن هذه المنظمة والتي تحدثت عن جرائم ضد الإنسانية في الوضع المصري بالنسبة لأم المتحدة يجب أن نكون واضحين آليات الأم المتحدة ممكن أن مجلس حقوق الإنسان في الأم المتحدة يشكل إلا يشكل لجنة تقصي الحقائق على وطيرة ما تم بالنسبة للمذابح في سوريا ومذابح أو جرائم مثلا في غزة أو غيرها وعليه فإن حتى لو يتحرك مجلس حقوق الإنسان يمكن أن يوثق ويقدم أو بإمكان أن يقدم الموضوع إلى مجلس الأمن لحالة الموضوع إلى محكام الجنة مجلس الأمن أنا متأكد أن هناك من أنصار أو من متحفظين الذين يريدونها بسبب ملاءمة سياسية أن لا يحيلوا الموضوع إلى محكام الجنة الدولية فيقوموا بعمل أو بما يسمى بالفيتوم لكن هذا يجب أن لا يردعنا ويجب أن لا نقول الله هذه غير مهمة التوثيق مهم لأن هذه جريمة أو جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم نعم أرجو أن أتقم معي تقرير Human Rights Watch وأتمنى أن يلحق بتقارير أخرى يمكن أن يحلس سياسيا ويوث تقادمين بالمستقر هذا ما أود أن أعرضه عليك الأستاذ هاي سامقني من نشط الحقوق والأستاذ ساعد بقولي أن أخطر ما في هذا التقرير حاجتين أنه حدد أشخاص كما قلت واتفق معك في هذه الرؤية حوالي 10-12 مسؤول بالضبط ودي حاجة مختلفة عن التقرير اللي هي بتبقى عام أو شامل وما حصلتش في تاريخ Human Rights Watch جير مرات معدودة جدا إذن هذا يخدم التقرير ثاني حاجة اللي هو التوثيق لأن ده لا يسقط بالتقادم صحيح إيه التقارير والجهات اللي ممكن تعزز هذا التوثيق وهذه المسئولية بحيث أن الموضوع لا يهدأ أنه معروف أن مجلس الأمن هو تابع وليس مستقل بتتحكم فيه قوة عالمية ومراكز قوة صحيح فمش من السهل أن يحرك يعني طيب اللي بيضع أمل على النظام العالمي بمنظومته من مجلس الأمن وأمم المتحدة وغيرها وغيرها لو كانت الناس دي نفعت القضية الفلسطينية ونفعت غزة وقفت مذابح لأي إنسان فأي حتى في العالم بها تنفعنا إن شاء الله فالناس دي ما بتنفعش ولكن إيه فايدة الحاجات دي أنك بتقدر تعمل ضغط على داخلي من جوة المجتمعات الغربية على الأجهزة الدولة لوقف المساعدات لوقف الدعم اللي بتتقدم لنظام بيرتكب جرائم ضد الإنسانية بتقدر تعمل ضغط على شركات السلاح نيات وقف تصدير سلاح ممكن حتى يحصل محاكمات ليهم داخليا الشعوب تبتدي تحاكم على أغرار ما عملته بريطانيا من يومين إنها مثلا يعني رهنت موضوع المساعدات العسكرية الإسرائيل من يومين بأنها لا تخرق الهدنة بالضبط نتيجة الضغط الشعب الداخلي بالضبط فإحنا دائما المطالبين إن المجلس الثوري اللي تشكل في إسطنبول من كام يوم أنا قرأت إنه عامل لجنة حقوقية فيه فالنفروض اللجنة دي تبتدي تاخد تقرير زي ده وتبتدي تتواصل مع منظمات حقوق إنسان في دول زي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ودول جرها اللي هي بتساعد أو تمد مصر بالسلاح وتبتدي تضغط الوقف تقديم تصدير الأسلحات دور كلتو منظمات حقوقية محلية في الداخل المصري في دعم هذا التقرير في البحث عن أصحاب حقوق الموضوع بس مش محاسبتهم لعودة الحقوق لمن أديره وأصيبه وأسوشهده طيب إحنا أنت عندك على مدار سنة كاملة معظم المنظمات أنا بكلم عن مدار أقصد منظمات المحترمة مش المنظمات المحترمة زي مركز النديم وفضية مصري الحقوق والحريات مركز حقوق التعبير مركز الشام مبارك وغيرهم شغالين على توثيق جميع الانتهاكات والمجازر اللي بتحصل في مصر وبيصدروا بيها تقارير دورية كل ما بيتم توثيق كمان مش بس كده كمان بيتواصلوا مع الهيومن رايتس ووتش من نظامة العفو الدولية نظامة العفو الدولية ما جاءت نزلت تتكلم عن سجن العزولي وعن المجازر اللي حصلت في مصر كانت تواصلت الأول مع منظمات حقوقية مصرية ونزلت وثقت معهم من دوبانها كمان الهيومن رايتس ووتش هم نزلت مصر بعد قفل مكتبها في فبراير 2014 بدأت تتعاون مع منظمات حقوقية مصرية فالمنظمات الحقوقية اللي في مصر حاليا المحلية هم بيوثقوا كل الجرائم اللي بتحصل بشكل موسع ليه من أجل تقدمها نشوف أرائي المشاهدين عبر التواصل الاجتماعي مع عمر فيض عمر تفضل نعم عدة تعليقات أيمن جاءت حول هذه القضية وكيفية استخدام هذا التوثيق لهيومن رايتس ووتش ضد مرتكبي هذه الجرائم محمد محمد يقول ألم المتحدة وأمريكا والعالم كله يعلم أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري دموي ولن يتغير شيء فالحديث عن أي حقوق إنسان بعد الانقلاب وصفها بأنها كالرسم على المال تعليق أيضا لأسماء توفيق تقول الطريق الوحيد هو المحكمة الدولية وتعليق أخير على فيسبوك ليرمين تقول إحنا متأكدين الدول الخارجية مش هتستفيد منها أو مش هنستفيد منها حاجة ولكنها محاولات لابد من القيام بها ونترك الباقي أو نترك الباية على ربنا وبإذن الله حق الشهداء هيرجع من داخل مصر بأيدي المصريين ندب لتعليقات تويتر وعليها لبنت مصر تقول من الممكن أن يكون دليلا قويا لمحاكمة أسيسي ولكن بعد سقوط الانقلاب بأيدينا إذا لم يسقط الانقلاب لن يحاكم فيجب سقوطه أولا أحمد سعيد يقول تقرير قوي ودليل إثبات لمحاكمة أسيسي وأعوانه بس الشعب يصمد لمدة ثلاث أيام في المدين هيسقط الانقلاب ويرجع حق الشهيد اللي ضحى بنفسه علشان نعيش نذهب لآخر التعليقات لوفاء تقول نعمل اللي علينا بتقديمه لمجلس الأمن ولمحكمة الجنايات الدولية عن طريق محامين دوليين وعرضه على كل وسائل الإعلام العالمية والمحلية للتعريف بهذه الأدلة وما ارتكب من جرائم شكرا لك عمر ولكل من شاركوك بالعودة إلى سيد سعد جبار المحامي الدولي والخبير في القانون الدولي السيد سعد هل ممكن الاستناد إلى هذا القانون في تحريك الدعوة في المحكمة الدولية وما هي الإجراءات هل هذا يتم بغير موافقة الحكومة المصرية معروفة أن هناك إجراءات معينة حتى تقبل المحكمة الجنئية الدولية أي دعوة في جرائم ضد الإنسانية هناك تعقيدات بالنسبة لأن المصر ليست موقعة لكن هناك طريقة أخرى أنا على دراية بأن هناك من الضحايا من لهم جنسية أمريكية أو جنسيات أوروبية وعليه مثل الإخوة الموجودين معكم في ستيديو يجب أن يوثقوا ويتحروا إن كان هناك في أمريكا وأنا على دراية أن هناك في أمريكا من لهم أقارب إخوة أبا أزواج من تأثروا أو كانوا ضحايا كجرحة أو قتلة في هذه المجازة التي وقع في مصر يمكن تحريك دعاوة شكرا كذوي مصلحة ضد السيسي أو المجموعة التي ظهر كارتها شكرا جزيلا لك الخبير هذه التمم على أساس فردي من ذوي البقصان شكرا جزيلا لك المحامي والخبير في القانون الدولي سعى جبار كأن معنا من لندن عبر الأكمال الاصطناعية وشكرا لضيفي رجل عجوز مسن في كمين شارع تيران قدام سوبر ماركت المحمل بعد ما رفع علامة ربعة وهو معدي لزباط الشرطة والعساكر وتم الاعتداء عليه بضربه بعقاب البنادق وبيتم بلغة ضربه جوالب رجل عجوز مسن شكرا هيثم غنيم عن نشط الحقوقي وأشكركم مشاهدين العزائي لهنا نكون قد وصلنا إلى ختم مصر الليلة وتابعنا فيها لم أسعى يوما لسلطة أو شعبية زائر لبقى نكون يوما ساعيا وراء منصب أو صور مبارك يستعيد ذكريات خطاباته خلال أيام الثورة في جلسة محاكمته ويلقي خطابا رياسيا سياسيا عن إنجازاته دون تطرق للاتهامات الموجهة إليك فهل تحولت المحاكمة من محاكمة للمخلوع إلى محاكمة للثورة؟ قد احتسبت الله فيك العدل يبكي في نهاية مرافعته قائلا سامحت من ظلمني ويؤكد أن عناصر أجنبية قتلت المتظاهرين وأن الإجراءات الأمنية التي تحدث الآن أشد مما كان يفعله ليلة المذبحة في مثل هذا اليوم منذ عام متظاهرون سلميون في رابعة والنهضة يطالبون بعودة الشرعية وخطاب إعلامي تحرضي يبث الشائعات ويطالب بفضل اعتصامين بالقوة تواصل ردود الأفعال الدولية على تقرير هومان رايتس ووتش والخارجية الأمريكية تطالب محاسبة المسؤولين عن مذبحة رابعة العدوية وصحيفة الواشلتون بوست تؤكد أن الجريمة تفوق جرائم إسرائيل في غزة إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من مصر الليلة إلى اللقاء اشتركوا في القناة